في غضون أيام قلائل شددت واشنطن من خناق كماشتها على إيران كما لم تفعل من قبل بدءا من تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية ثم إلغاء الاستثناء وتصفير يصادرات إيران النفطية والآن عقوبات على قطاع التعدين وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا يقضي بفرض عقوبات إضافية على طهران تستهدف قطاع المعادن شاملة الحديدة والصلبة والألمنيوم والنحاس التي تشكل 10% من مجمل صادرات إيران إضافة إلى عقوبات يقررها وزير الخزانة بالتشاور مع وزير الخارجية على مؤسسات مالية أجنبية شاركت في معاملات منذ تاريخ صدور القرار القرار يهدف لحرمان إيران من جني العائدات المستخدمة في نشر أسلحة ودعم مجموعات وشبكات إرهابية بحسب رسالة ترامب إلى الكونغرس لإبلاغه بالقرار أما البيت الأبيض فقد هدد هو الآخر طهران بمزيد من الإجراءات ما لم تغير سلوكها بشكل جذري وتغيير السلوك هذا لا يراه كثيرون ممكنا ولا حتى النظام الإيراني فمن سيطر على بغداد ودمشق وبيروت وصنعاء لن يتخلى عنهن بسهولة مديرة شؤون الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي الأمريكي فيكتوريا كوتس أكدت أنه في حال لم تقم طهران بتغيير سلوكها فإن الضغوط على إيران ستتواصل مؤكدة أن كل الخيارات في التعامل معها لا تزال على الطاولة طاولة ترامب المليئة بالعقوبات كان قبل عام من الآن يوقع عليها الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني ومنذ ذلك الحين ترفض طهران التفاوض على اتفاق جديد خاصة في ظل إعلان بقية الأطراف مراراً التزامها بالاتفاق إيران لم تتخلى عن لهجتها التصعيدية المعتادة فأعلنت تعليق بعض تعاهداتها بموجب الاتفاق النووي وهددت بإجراءات إضافية خلال ستين يوماً في حال لم تطبق الدول الأخرى التزامتها قد تلتزم إيران تحت الضغط الأوروبي ووطأة العقوبات الأمريكية بالاتفاق النووي أو قد يأخذ الأمر وقتاً أطول في أروقة الساسة لكن محور الخلاف الآخر هو صراع على النفوذ في المنطقة ربما لا يجد الطرفان طريقاً لحله بالمفاوضات